اشتركوا في القناة 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 ما هي القوانين لقروب الاستقبال والمتابعة الاطلاع على المحاضرات وفيما في القروب المخصص للمجد المحاضرات بحيث تقوم بتحميل كل الوثائق والصور والمقاطع ومتابعة الروابط المرفقة كذلك تكلم انه طريقة الاستفسار يتواصل على الخاص مع المدرب الذي يدله وعرفه على الشركة هذه كلها ترسلها في اليوم الاول هذه كلها ترسلها في اليوم الاول كذلك في حال تنبيهات مهمة جدا ممنوع من عمبات تم يعني هذه قوانين ترسلها على العضوة الجديدة او ترسلها في جروب استقبال الملخصات والمشاركات في اليوم الاول الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكان مكرمة وتكلمهم انه تم اضافتكم الى الدورة وتكتب رقم الدورة الخاص بك والدورة رح تبدأ اليوم ان شاء الله على سبيل المثال انك رح ترسلها اول يوم اكيد تكلمهم من الدورة رح تبدأ الساعة العاشرة او الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكان مكرمة تمام اوكي بعد يرسل الجزئية الولا ترسل لهم هذا المنشور وفي اليوم الثاني ترسل هذا المنشور في اليوم الثاني قبل ان تفتح جروب الاستقبال على اساس ان الاعضاء خلاص يبدأوا يرسلوا ملخصاتهم الخاصة باليوم الاول فهذا في اليوم الثاني تكلمهم ان شاء الله انه سيتم فتح جروب بعد متاء الساعة السابعة وأربعون دقيقة ما سامت وقت مكان مكرمة تكلمهم أو الساعة الثامنة إذا أنت بتفتح قروب الاستقبال الساعة الثامنة والنصر تكلمهم قبل فتحهم قروب بعشرين دقيقة يعني تخبرهم أنه سيتم فتح المجموعة على أساس أن الجميع يرسل ملخصاتهم وفي هنا ملاحظة تكلم العضو الجديد أنه في اليوم الرابع يتم إزالة الغير مشاركين بالدورة التدريبية نتمنى الجميع يعني الالتزام بالقوانين هذه والضوابط وكبالك تنبيهات مهمة أن المشاركة أو الملخص لا يقل عن خمسة عشر ساعة إذا أقل عن خمسة عشر ساعة لن يتم قبولها نهائيا ومن معنو ينسخ ويلصق ملخصات غيره يعني هذه تكلم العضو الجديد بها في قروب الاستقبال هذا اللي يعني نسيت أنا ما كلمتكم فيه عن قروب الاستقبال في حالة إن شاء الله في هذه الحلقة أني أكلمكم فيه سبحان الله ذكرت وكذلك في اليوم الثاني كذلك طيب يا شباب الآن ما هي الخطوة التالية وكيف نسجل العضو الجديد الخطوة التالية على أساس نسجل العضو الجديد بإذن الله سبحانه وتعالى أولا بداية في نهاية الدورة التدريبية راح نسجل أسماء المتميزين أسماء المتميزين في الدورة التدريبية فكل قائد أكيد راح يريد مثلا أنا استكتبت خمسة أشخاص ومن الخمسة الأشخاص المتميزين ثلاثة أشخاص فقط من هم المتميزين اللي لاحظت أنهم كانوا يرسلوا ملخصاتهم ومشاركاتهم في مجموعة استقبال الملخصات أنا أتابع فريقه وكل قائد يتابع فريقه أكيد فأنا لاحظت أنه في معي ثلاثة متميزين واثنين غير متميزين هؤلاء أكيد في اليوم الرابع سأقوم بإزالتهم أنا كقائد عليهم سأقوم بإزالتهم من قروب الدورة التدريبية ومن قروب الملخصات لأنهم غير متميزين أنا ما بقبل معه لأ شخص مستمر معي في التلخيصات لمدة خمسة أيام إذا ما استطاع العضو أنه يلخص أكيد بيجي يعتذر لي يقول والله عندي ظرف هذا عادي بأقبل عذره لكن لا اعتذر ليه في نفس اللحظة ما رسل ملخصات ولا مشاركات هذا ما بقبله المهم اللي يرسل ملخصات لمدة خمسة أيام وأشوف أنه من مشاركات متميز واستوعبوا فيهم التدريبات هذا أعتبره متميز إيش أروح أنا أعمل أروح إلى مجموعة لجنة النظام إلى مجموعة لجنة النظام إيش أعمل في مجموعة لجنة النظام أروح أرسل أسماء المتميزين فمثلا المتميزين في الدورة التدريبية المتميزين في الدورة التدريبية التأسيسية وأحط مثلا لديه محمد ورقم القيدة الخاص به على سبيل المثال على سبيل المثال وبعدين علي علي بعدين علي تمام مثلا خلونا نفرط ورقم القيدة الخاص به 1400 1002 شوفوا يا شباب محمد أخذ الرقم الأود وعلي أخذ الرقم الثاني من هنا أبدأ ثلسل أرقام القيدة الخاصة بالأعضاء الجدد فمثلا صالح على سبيل المثال ورقم القيدة الخاص به 1400 1003 إذن هؤذي أرسلها في لجنة النظام هؤلاء هم المتميزين هؤلاء هم المتميزين في الدورة التدريبية أقوم بإرسالهم إلى مجموعات لجنة النظام الآن كل قائد أكيد رح ينسل بأسماء المتميزين من فريقه هنا نقوم بإرسالهم كاملة ونرسل أسماء المتميزين في جروب الدورة التدريبية نرسل بأسماء المتميزين كامل في جروب الدورة التدريبية هؤلاء المتميزين إيش رح نعمل معهم؟ أكيد رح ننشئ مجموعة جديدة اسم المجموعة هل نسميها؟ مجموعة المتميزين أو جروب تجمع المتميزين جروب تجمع المتميزين رقم واحد كيف يعني رقم واحد؟ يعني مثلا إذا أنت عملت الدورة في الأسبوع الأول في الشهر أنت رح تعمل أربع مجموعات أربع مجموعات جروب المتميزين مثلا جروب تجمع المتميزين رقم واحد وبعدين جروب تجمع المتميزين رقم اثنين جروب تجمع المتميزين ثلاثة جروب تجمع المتميزين رقم أربعة فإذا كنت أنت عملت الدورة التدريبية في الأسبوع الأول في الشهر أكيد راح تضيف المتميزين إلى غروب تجمع المتميزين رقم واحد علشان تعرف ترتب أمورك وتعرف تتابع فريقك وتعرف هذا العضو متى حضر معك الدورة التدريبية وفي أي دورة تدريبية كان متميزها في بداية الشار في نصف الشار في نهاية الشار من خلال غروب تجمع المتميزين أنت من هنا بتستطيع أنك تفلتل وتنظم عملك بشكل مرتب إذن أنشأنا مجموعة اسمها غروب تجمع المتميزين راح نضيف الأعضاء الجدد لهذه المجموعة غروب تجمع المتميزين على سبيل المثال أنا راح أنشأها مجموعة جديدة هذه متى في نهاية الدورة التدريبية أقوم بإنشاءها غروب تجمع المتميزين أعتدنا الآن أكتب مثلا أنا بختار أحد الأشخاص واكتب غروب اسم المجموعة غروب تجمع المتميزين غروب تجمع المتميزين وعمل صح إذن أنا الآن أنشأت غروب تجمع المتميزين في هذه المجموعة نضيف المتميزين من الأعضاء الجدد في الدورة التدريبية أنا راح أضيف الأعضاء المتميزين من فريقي وأنت راح تضيف الأعضاء المتميزين من فريقي وكل قائد يضيف الأعضاء المتميزين من فريقي يعني أنا راح أرفع أرفع المشرفين هم القادة في هذه المجموعة وكل قائد يقوم بإضافة فريقي هالمتميزين أوكي أيش نرسل الآن في غروب تجمع المتميزين أنا مجهز لكم منشورات بندخل عليها في ايش راح ترسل لهم نهنق ونبارك للاخوة المتميزين في الدورة التدريبية وتكتب رجم الدورة ونقول لهم الف مبروق عليكم متميز في الدورة التدريبية وقد تم اختياركم للاتحاق بركب الناجحين مزيد من التقدم والنجاح ونراكم بالقمة حيث مكانكم الطبيعي الآن تكلمهم كيف يتم التسجيل للعضو الجديد ركز معي وهذا هو سبب تأخر النتائج لدى الكثير مننا يعني البعض ما شاء الله السلوب القوي جدا في التدريب والسلوب القوي جدا في المتابعة لكن تلاحظوا ان النتائج لديه قليلة السبب انه في اهمال في جانب تسجيل العضو الجديد انه من يريد يسجل سجلناه لا ما بسجل الشخص اللي لما يجرب المنتجات شوفوا اولا التسجيل كان نحو التالي ان نكلم العضو هذا نرسلها في جروب تجمع المتميزين بعد ما نضيف المتميزين الى جروب تجمع المتميزين نكلمهم انه اولا يتواصل مع الشخص الذي اضافه الى الدورات التدريبية وياخد اسمها الكامل ورقم عضويتها الدولية يعني ياخد اسم قائدة ورقم عضوية قائدة اوكي وبعدين ياخد عناوين الفروع للشركة الموجودة في منطقة العضو الجديد من الشخص الذي من قائدة يعني ياخد الفروع من الشخص الذي يدل وبعدين ينطلق للفرع ويطلب التسجيل في الشركة اكيد اول ما يصل للشركة يطلبه منه مباشرة انه يحقق مئة نقطة يعني ما بيسجله الا بمئة نقطة اوكي وبيعبي بيانات يعني ياخد منتجات بما يقرب مئة نقطة انا في هذه الحالة متى اسجل العضو الجديد في حالتين الحالة الاولى ضروري انه يحقق المئة النقطة في فرع الشركة نفرض انه في شخص ظروفه صعبة 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 وهو فعلا متميز انا عارف من خلال ملخصاته من خلال حديثي معه من خلال متابعتي الى اثناء الدولة التدريبية لاحظت ان هذا فعلا يريد انه ينجح يريد انه يستغل لهذه الفرصة فعلا هذا سوف يصبح قاعد من اسلوب كلامه من اسلوب ملخصاته من اسلوب مشاركته هنا ممكن اقول لي يا اخي انا بس اجلت بس اقل شي تحقق خمسين نقطة اذا ظروفه ظروفه صعبة ثلاثين نقطة اقل شي غير ثلاثين نقطة انا اعتبر منه ففعلا ما يريد انجح في المشروع لو ظروفه كث ما كانت ثلاثين نقطة مش صعبة عليه ثلاثين نقطة ما بتكلف منه مبلغ كبير جدا ثلاثين نقطة يعني ما يقارب على ما اظن من عشرين الى ثلاثين دولار انا اعطيت المشروع وتابعته وعملت لدورة تدريبية وتعبت معه واسبوع كامل وانا ادربه واتابعه في الاخير يجي يقول لي ما اه ما استطيع ظروفي ظروفي صعبة البعض منهم يا شباب رح يتدين البعض منهم رح يتسلف لانه فعلا انا ما بمشي وما بضيع وقتي الا مع انساني يريد انه ينجح ونجاحنا في هذا المشروع اساسها الاستيلاك فاذا العضو الجديد ما استهلق المنتجات انا ما بقبله معي ولا بتعب نفسي معه ايش الحل في معانا خيارين للتسجيل اما انك تسجل انت وتعطيه رقم عضوية بس بشرط انه يحضر للفرق او يجرب المنتجات اقل شي ثلاثين نقطة اقل شي هذا للظروفة صعبة يعني انا ما بعطيهم هذا الخيار مباشرة لا هذا اجعله اخر خياراتي اذا لاحظت فعلا ظروفة العضو صعبة جدا هذا بجعله اخر خيارات استخدمها انا في تسجيل العضو الجديد اوكي لكن اذا ظروفة تمام ويستطيع انه يحقق مئة نقطة او يستطيع انه يتسلف هذا ما بسجله هذا ياخذ رقم عضوية يزور اقرف على الشركة اذا قال لي يا اخي في ناس تانين او ناس اخرين بيسجلوا اعضاء بدون ما يشترطوا هذا الشروط اقول لي يا اخي اروح سجل معهم اروح حتى وزيد اعطيه طريقة اقول لي اروح لليوتيوب واكتب شركة دي اكسين سوف تجد الف شخص يسجلك سجل معه لكن انا عاسف انا ما بقبل في جروبي الا المتميزين سجلت مع اي شخص اخر انا مش مسؤول عن نجاحك سجلت معي وانطلقت معي ومشيت معي انا مسؤول عن نجاحك امام الله سبحانه وتعالى انا بتابعك انا منضم الان الى كادر تدريبي متميز ما رح نتركك بعد تسجيلك ان شاء الله وحصلك على رقم عضوية سوف يكون لك دورة اوضخ لك خطوات العمل بالتفصيل باذن الله سبحانه وتعالى اوكي يا شباب طيب الان نفرض ان العضب بعضهم رح ينتظر يوم يومين ثلاثة ايام بعضهم يستمر لمدة اسبوع حتى يسجل خلو جدا اي عضو يسجل انت رح ترسل التهنئة في قروب تجمع المتميزين اين رح ترسل التهنئة في قروب تجمع المتميزين هذا مباشرة رح تضيفه الى دورة جديدة دورة جديدة اسم هذه الدورة خطوات العمل ما بعد رقم العضوية ما بعد رقم العضوية وانا مجهز لكم ثلاث خطوات للعمل ما بعد رقم العضوية ركز معي هذه كل هذه التفاصل رح تركلكم لعوابطها ان شاء الله ثلاث مراحل ثلاث مراحل هذه الثلاث مراحل يا شباب كانت خطوة قديمة بس ان شاء الله في تحديث لها انه اه طورناها الى ست مراحل باذن الله اول ما تجهز الست المراحل اكيد رح تركلكم رابط الوصف في او رابط اه الرابط في الوصف رح تركلكم ان شاء الله او برسلكم على قناتي في التلجرام اوكي فمثلا ثلاث مراحل انت الان رح تنشئ مجموعة جديدة بعد ما تسجل العضوة الجديد وياخذ منتجات ويجرب المنتجة انت الان رح تنشئ مجموعة جديدة اسمها قروب تدريب خطوات اساسية قبل بدء العمل اذا هذا القروب تسميت بهذا الاسم انشأت هذا القروب تضيف فيه من اللي حققوا نقاط وسجلوا وحصلوا على رقم عضوية اوكي ضفتهم في هذا القروب تنتظر لين يكتمل العدد لان قد ربما يكون فيه شخص او شخصين ما سجلوا ما حصلوا على رقم عضوية فما هو الحل مباشرة اول ما يكتمل العدد رح تبدأ هذه الدورة هذه التدريبات موجودة تدريبات صوتية وكل شيء توضح لهم خطوات العمل كامل توضح لهم خطوات العمل على ثلاث مراحل المرحلة الاولى والمرحلات الثانية كيف يعرض فكرة المشروع رح توضح لك خطوات العمل كامل يعني الان التدريب على مرحلتين تدريب اساسي وتدريب يوضح للعضو الجديد خطوات العمل فانت ما رح تتركه فاذا العضو ما سجل معك وراح سجلت بع شخص آفر هو الخسران في الاول والاخير لانه رح يحرم من هذه التدريبات يا أخواني الله يسعدكم يحرم من هذه التدريبات اوكي فلا تحزن على اي شخص لم يسجل معك وانت كلمت بخطوات العمل وكلمت انه انا ما رح اقصر معك وراح ادربك وراح افاهمك وراح امشي معك خطوة خطوة هذا لا تحزن عليه لانك انت كفيت ووفيت وما قصرت معك شخص ما يريد ينجح والله اذا راحته ان لي فعلا رح يكافح وراح يجرب المنتجات هذا فعلا انسان متميز ومن هنا انت رح تنجح والعضو الجديد تبعك رح ينجح واكيد هو لما يصبح قائد اكيد انت رح تسانده وراح تقوم معه وراح توقف معه وراح تدرب معه فريقه في نفس اللحظة وتساهمه خطوات العمل فتعبك ما برا رح الفاضي لكن عندما تتعب مع شخص يقول لك يا اخي الظروفي صعبة ومدري ايش انا اريد انجح طيب كيف يا اخي تشتي تنجح وما استطعت انك توفر 20 الى 30 دولار انا اعطيتك مشروع عالمي فالاول والاخير تتعذر لي اذا بعدين مباشرة نعطيهم يا شباب هذه الدورة ما بعد رقم العضوية بعد التسجيل اكيد رح يفهموا كل خطوات العمل يعني انت ما رح تتعب التدريبات كلها جاهزة كل شي مجهز لك الله سيدكم ويحفظكم طيب اوكي بدأوا الان في خطوات العمل والبعض منهم بدأ يكون فريق نفس ما انت كونت الفريق اكيدهم رح يكونوا فريق ورح يضيفهم في الدورة التدريبية نفس ما انت اضفتهم الى الدورة التدريبية يعني العضو الجديد لما نريد يستقطب ويبدأ يكون فريق رح يتعلم من هذه الدورة اللي سوينا عليكم انه رح يستقطب ويمشي بهذه الخطوات اللي احنا مشيناها في هذه الدورة التدريبية اللي اسمها احتراف التدريب فاكيد رح يتابعها ويفهم الخطوة خطوة خطوة ورح يضيف فريقه في الدورة التدريبية معك ان شاء الله وأنت راح تتابع معه في نفس اللحظة وتشوف أن العضو بدأ يكون قائد وأكيد راح يكون مع السريق بدأ يحققه نقاط وكل ما توسع فريق كل ما كانت النتائج أفضل إذا من الأخطاء اللي كنا نقع فيها سابقا كانت قلوبنا رحيمة كانت قلوبنا بتشفق على العضو الجديد وهذا لا بيجيب نتائج ولا بننجح ولا بينجحوا أصلاهم لأن كل شخص بيقول خلاص أنا راح أدل ناس يحققوا مشتريات ويجربوا منتجات والناس اللي أدلهم نفس الفكرة يقولوا عندهم نفس الأرضاء فعلشان كذا يعني لان نتعب أنفسنا على الفاضي نمشي بخطوات مرتبة ومنظمة بإذن الله سبحانه وتعالى الآن القروب الأخير في هذه الدورة التدريبية إيش راح تنشئ؟ راح تنشئ قروب اسم قروب القادة في قروب القادة من أنت راح تضيف؟ راح تضيف في قروب القادة بإذن الله سبحانه وتعالى أي شخص في فريقك بدأ يكون فريق أنت راح تضيف في قروب القادة قروب تنشئه جديد قروب القادة خلاص أصبح هذا العضو قائد أصبح هذا العضو متميز أصبح هذا العضو يستطيع أنه يستقطب ويدرب يعني عنده إمكانيات وحقق منتجات وحقق نقاط إذن هذا بتضيفه إلى قروب اسمه قروب القادة أوكي هذا آخر قروب قروب القادة تستطيع أنك فيه ما بعد تكون تتابع فريقك بشكل كامل أوكي وتعمل فيه محاضرات أوكي يا شباب الآن في قروب تجمع القادة أو في قروب القادة المدربين أكيد رح يرسلوا تدريبات متقدمة مثلا إغلاق الدائرة مثلا الرد على الاعتراضات بالرغم أنه الرد على الاعتراضات من ضمن ما بعد رقم العضو موجود هنا الرد على الاعتراضات لو تركزوا الرد على الاعتراضات كيف التعامل مع الاعتراضات من هذه الأشياء مشروحة كامل أوكي فالفكرة ما فيها أبسط وأسهل مما أنت تتوقع أخي العزيز كل حاجة مجهزة لك أنشأت قروب تجمع القادة أمتى الآن بدأ فريقك يتوسع أمشيت بهذه الخطوات بإذن الله رح تكون عندك النتائج قوية جدا طيب في ملاحظة أخيرة البعض يكلمني أنا بدأت أمشي بخطوات الاستقطاب والتعامل مع العبو الجديد مثل ما أنت كلمتنا يا أستاذ باكن خطوة خطوة دخلت الأربعين شخص الخمسين شخص أشوفه ما فيه تجاوب ما هو الحل غير من أسلوبك كيف غير من أسلوبي أنا عملت لك دورة كاملة على اليوتيوب لو جيت لاحظ عملت لك دورة كاملة على اليوتيوب اسمها احتراف الاستقطاب أنا قلت من اللي رح يستفيد معي في دورة احتراف التدريب في هذه الدورة اللي أنا أعملها لكم اليوم رح يستفيد معي الشخص والقاعدة اللي فعلا اطلع على دورة احتراف الاستقطاب أنت أول ما تضفل على قناتي على اليوتيوب اسمها كوتشباكة دقفا ابحث الباحث ورح تظهر لك القناة مباشرة تجي لها هنا مباشرة إلى قوائم التشغيل قوائم التشغيل في دورة اسمها سلسلة الاستقطاب الاحترافي من الصفر إلى الاحتراف سبع فيديوهات ضروري تتابعها أنا علمتك كيف تتابع العضو الجديد وتستقطب وكيف تعمل تسجيلات صوتية إذا ما في نتائج بالطريقة اللي أنا كلمتك عليها في الحلقة هذه الثالثة اللي هي كيف تتعامل مع العضو الجديد هذه كيف تتدرب فريقك وكيف تستقطب هي نفس الخطوات بس في خطوات أنا ما ذكرت هذه هذه الحلقة ليش لني قتكلمت عليها في دورة احتراف الاستقطاب فلا مثل ما كلمتكم أي حاجة أنا قتكلمت عليها من قبل ما راح أعيدها مرة ثانية الله يسعدكم فبتكونوا أنتم فاهمين لا علشان ما أتعب ولا تتعبوا أنتم علشان يستفيد الجميع أنا ما قصرت في شي جبت لكم المعلومات كاملة كل اللي أتمنى أريدك تكون إنسان ناجح أريدك تكون قائد ناجح أريدك تتغير حياتك بإذن الله أريدك فعلا تستلم عمولات وتستلم شيكات وتبدأ تتغير حياتك أريدك توصل للفرلية المالية الله يسعدكم يحفظكم كانت هذه ختمة دورات تدريبية خطوات بسيطة جدا وسهلة جدا وعرفنا كيف نسجل الآن العضو الجديد وكيف نمشي معه خطوة خطوة وكيف نساعدها التدريبات كلها جاهزة مجهزة معالن إلا أنه نبدأ ونتوكل على الله سبحانه وتعالى إذا شفت أنه في نقطة ما استوعبتها ما فهمتها اكتب لي في التعليقات أنا ما بقصر معك أنا برد على كل التعليقات أتحداك تقولي أنه في تعليق ما رديت عليه إذا كان في تعليق يدعو لي الله يحفظك يا أستاذ باكر أكيد بأعمل لأقل شيء لايك أنت تكتب لي في التعليقات ما فهمت النقطة الفلانية والله برد عليك أتحداك تقولي ما رديت علي برد عليك برد عليك بإذن الله إذا كان عندك مقترح أنه أعمل محاضرة في لقطة معينة أنا ما تطرقت لها كلمني وبإذن الله في الأيام القادمة رح أعمل هذه المحاضرة ما رح أقصر أي لقطة أي سؤال أي استفسار أنا تحت خدمتك أنا ما أعتبركم كلكم والشاهد الله سبحانه وتعالى والله باعتبركم كأنكم كلكم في فريقي ما بفرق بينكم وبين فريقي والمعلومات اللي بقدمها لكم هي نفس المعلومات اللي بقدمها لفريقي ما بقدم لفريقي معلومات مختلفة وأنتم معلومات ثانية لا والله نفس المعلومات نفس التدريبات نفس الخطوات أنا ما شيها مع فريقي فأنا ما أعتبرك كعض من أعضاء فريقي كل اللي أتمناه منك وكل سعادتي دعوة في ظهر الغيب والله هذا كل اللي أطلبه منكم الله يحفظكم يسعدكم ويبارك فيكم يا رب كذلك في بعض الأشخاص ملاحظة بسيطة يقول أنا يا أستاذ باكر ما بعرف من وين أجيب الروابط كيف بجيب أنا رابط مثلاً لأي جناح على التليجرام ما هي خطوات أني أستطيع أني أوصل إلى الروابط ها سهلا يا عزيزي أنا وين بترك لك الروابط لو تدخل على التعليقات هنا رح تجد الروابط مثبت في أول تعليق هذا هو هذا أول رابط ما وجدت هنا في التعليقات تدخل على المزيد هنا في الوصف تدخل على المزيد اطلع على فوق وضغط على المزيد وانزل 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 وتجي تلاحظ أن الروابط موجودة الروابط أنا بتركها لك يا أما في الوصف يا أما في التعليقات أراكم يا رب في عن المراتب أتمنى تكون هذه الدورة غيرت من حياتك أتمنى أن الأمور أصبحت لديك سهلة أتمنى أن أقلب المشاكل إن حلت لك في هذه الدورات التدريبية أتمنى أنك تكون إنسان متميز أنا واثق فيك لا تخير ثقة فيك وإياك أن تحبط استمر مهى الأيام رح تتطور عندك النتائج وليست النتائج كما أن تتخيل من البداية يحتاج لها استمرارية يحتاج لها صبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة